قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على مركز للشرطة الهندية في ولاية جامو وكشمير قرب الحدود مع فاكستان وهي الولاية التي تقع في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وفاكستان أصيب أربعة جنود وخفير في هذا الهجوم نحاول التأكد من المزيد من التفاصيل الهجوم جاء قبل اللقاء المترقب بين رئيس الوزراء الهندي ماما هونسينغ مع نظيره الباكستاني نواز شريف على هامش اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حيث يتوقع أن يناقش العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها وتواجه الهند منذ عام 1989 تمردا في الجزء الخاضع لسيطرتها بمنطقة كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة وتتهم الهند باكستان بدعم المتشددين الذين يقاتلون الحكم الهندي وتنفي باكباكتان تسليح أو تدريب المتشددين الذين يعبرون الحدود من الجانب الباكستاني في كشمير إلى الجانب الهندي لكنها تقول إنها تقدم دعما معنويا لسكان كشمير من المسلمين الذين تقول إسلام باد إنهم يواجهون انتهاكات حقوقية من جانب القوات الهندية داليا الشيخ بي بي سي ترجمة نانسي قنقر